اللي راح نتناول بها الوحدة السابر راح نتناول بها أدوات السؤال ضمائر ذس و ذات للإشارة و كان آي يعني العمل القدرة أو الاستطاعة خلي نبدأ بكيفية استخدام أدوات السؤال نستخدم أداة السؤال بالسؤال عن الأشياء الحيوانات الأسماء لما نريد نسأل عن اسم شخص أو نسأل عن أشخاص ما هذا فلما نريد أيضا نسأل عن شيء ما أيضا نستخدم what what is this this is a book what is your favorite food ما هو طعامك المفضل لما نسألنا عن الطعام أيضا استخدمنا what فهنا نسألنا عن الأشياء عن الأسباع عن الطعام لذلك نستخدم what نستخدم أداة السؤال who للسؤال عن الأشخاص who نستخدمها للسؤال لما نسأل عن شخص عاقل example who is at the door he is ali من هو الطارق من هو طارق الباب إنه علي نسألنا عن شخص عاقل فاستخدمنا who نستخدم أداة السؤال where للسؤال عن مكان where معناها أين فلما نسأل عن مكان ما نستخدم where نقول where do you walk at Baghdad Airboat أين تعمل أين تشتغل في مطار بغداد فهنا لما نسألتك عن المكان عملك أو أي مكان ثاني استخدمت where أين نستخدم أداة السؤال why للسؤال عن السبب مثلا why do you study English I like English why معناها لماذا فلما نسأل عن سبب ما شا نقول لماذا ليش سويته ليش تغلته ليش كذا بالإنجليزية why why do you work sorry why do you study English لماذا تدرس اللغة الإنجليزية تقول I like English أنا أحب الإنجليزية هاي يعني النتيجة ما للسبب نستخدم الضمير me ومعناه يا المتكلم للتعبير عن المفرد ولكل الجنسين لما أتكلم عن نفسي سواء كان ذكر أو أنثى يتكلم عن نفسه في حالة النصب يستخدم الضمير me اللي هي يا المتكلم example she loves me هنا she loves me she فاعل loves فعل me أنا صرت مفعول به فلما أتكلم عن نفسي كمفعول به أتكلم أضيف me مو لما أحكي عن نفسي أنا فاعل أقول I هنا إذا يعني أنا مفعول به أقول me نستخدم الضمير him في حالة النصب والجر للمفرد الغائب ومعناه الهاء الملحقة بالمذكر لما أريد أتكلم عن شخص مذكر غائب أعوض عنه أعوض عنه بهم هم لما أنصبه مو لما يكون مرفوع لما يكون مرفوع أستخدم له لهي لكن الهم لما أنصبه هاء المتكلم for example did you see علي هل رأيت علي I saw him last night لقد رأيته الليلة الماضية هنا أنا رأيته هم ماتين عوضت عن علي بهم ليش لأن أنا رأيته هنا صار مفعول به منصوب لذلك عوضت عنه بهم أص ضمير معناه هنا المتكلم ويستخدم للتعبير عن المتكلمين الجمع في حالتي النصب والجر أيضا الآز لما نكون في حالة نصب أو جر نستخدم الآز لما نتكلم عن أنفسنا كمجموعة يعني مو أنا جاهز أحكي عن نفسي وأقول الآز الآز لا الآز نحن أو إنه في حالة النصب والجر هم يحبوننا الآز هنا صارت صارت منصوبة منصوب يعني إحنا قاعد يحبوننا منهم الفاعل اللي اللي هم الآز يجي منصوب وعوضت عن عوض عننا شنو إحنا بالآز بالآز إنا ذيم ضمير معناه هم أو هن يستخدم للتعبير عن الغائبين في حالة الجمع المذكر والمؤنف وغير العاقل I love them لما نريد أتكلم عن مجموعة سواء كان عاقلين أو غير عاقلين في حالة النصب وجر سواء كان مذكر أو مؤنف شاستخدم ذيم I love ذيم I hate ذيم أحبهم أكرههم فهم صاروا في حالة النصب أو مجرور عوضنا عن المجموعة بذيم this نستخدم للشيء القريب للمتحدث وتشير للعاقل وغير العاقل لما أقول this أو معناها هذا هي إشارة لشيء ما قريب هل سكان عاقل غير عاقل مؤمن لكن المهم أن يكون قريب هذا الشيء this pizza is delicious هذه البيتزة طيبة لذيذة ذات تستخدم لشيء بعيد المتحدث وتشير للعاقل وغير العاقل الذات هي نفس استخدام this بالضبط ما عدا أنه تكون الذات للبعيد with this للقريب اللي جنبك فش نقول ما ذلك الشيء في اللغة الإنجليزية it is it is a door إنه باب يعني هنا المتحدث تسأل شخص ما قال له شنو ذلك الشيء باللغة الإنجليزية قال له هو باب فاستخدم that what is that in English آخر شيء اللي عندنا ال can I ومعناها أستطيع هنا هل أقدر تستخدم للتعبير عن القدرة أو الاستطاعة for example can I borrow your book هل أستطيع استعارة كتابك إذا كان يستطيع أو مثل أنت تسمح لشي تقله yes you can أو مثل أنه أنت ما تريد يعني تنطي إلي فهنا شيء صير عندنا صير عندنا نفي no you can't and thank you so much